أهلا بكم في مجاز الأخبار من قناة حلب اليوم الدفاع المدني السوري يصدر بيانا حول حادثة تدهور الحافلة بريف مدينة دركوش غربية إدلب خروج مظاهرة شعبية في ساحة الكرامة بمدينة سوداء تجديدا لمطالب الحرية والكرامة والتغيير السياسي للسلطة والإفراج عن المعتقلين طائرة مسيارة تركية تستهدف بغارة جوية ليلية سيارة عسكرية لقصد في قرية انقارة غربية القامشلي بريف الحسك الشمالي مقتل القيادي أحمد فوزي الحشيش إسرى استهدافه بإطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة تلشهاب غربية درعة مقتل رعي أغنام وخمسة عناصر من قوات الأسد نتيجة هجوم مسلحة من قبل مجهولين في منطقة أبوليا قرب جب الجراح في مريف حمص الشرقي الهيئة السورية للحج والعمرة تؤكد وصول 3300 حاج سوري حتى الآن من مطارات غاز عنتاب والسطنبول والدوحة وأربيل إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة